عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لبحث سبل تحفيز استثمارات المصريين في الخارج وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة برعاية كافة شؤون المصريين بالخارج وتلبية احتياجاتهم وتيسير السبل التي تعزز ربطهم بقضايا وطنهم وتعميق روح الانتماء لديهم مضيفاً أن الدولة حريصة على تحفيز المصريين العاملين بالخارج على توجيه استثماراتهم إلى داخل مصر والاستفادة من الفرص لاستثمارية المطروحة شهد الاجتماع كذلك بحث عدد من المحافزات المقترحة من جانب الدولة التي يمكن أن تسهم في تعظيم دور المصريين العاملين بالخارج في دفع الاستثمارات في مصر